موسيقى سلامة البنات لباساليكم هانين تمنى تكونوا كامنين بخير توحشتكم بزا بزا ما تصوروش شحالة توحشتكم وتوحشت اليوتيوب وتوحشت انني نحط لكم وصفة كما تعرفوا انا طبخ كان حماق عليه وفق ما كان عطاكم شي حاجة جديدة وكانت تصدق لكم هاديكي الفرحات ديالي يوم جيت نشارك معاكم حريشات في الفرن تقاو معايا بس تشوفوا المقالية هادي نحتاجوه في هاد الوصفة كاس ديال دانو بنك هادي الفاني نسكاس ديال زيت نسكاس ديال سكر واحد البيضة خمارة جوش خمارة تعفوا وفانية والسميتة تقريبا وحكلا تدي الكيسان هادي ندوزو دابا طريقة التحضير هادي نبدو كي بحل هادي نوجودو بحل الكيكا ولا شيكاتو نبدو بالبيض والزيت والسكر وملو ولا نخلطوهم ومبعد هادي نضيفو لهم المقادير تالية بيضا نسكاس ديال السكر واحد فانية كي توجدو البندغية دغية وناجحين مئة في المئة يكفي انكم تابعوا الفيديو من اللي قلت التالي باش تعرفوا السير ديال النجاح ديالهم وبساط لأي واحد بغا يدير حريشة فرفر فهما بساط وسهلين وقلدات بزا 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 كحلوة ولا كمرافق اللي شرب الشاي ولمان نخلطو هاد البيضا والكسكر والفاني ومن بعد هادي نضيفو الزيت تهيا غين السكاس كيمية قلال وكيخرجو واحد الكيمية وفيرة باش ترفقيها ما الشاي ديالك او اتاي مشي برد ديال اتاي مش حر هو هادا علي نخلط من احسن ناكو تخلطو هاد المقادر مزيان دابا غادي نضيفو ضانون او ياغورت بنك هادي الفاني او ياغورت طبيعي ومن احسن يكون فاني كيحتوي حدنك هزوينة في الحرشات وغادي مدا نخلط هاد الشي حتى يتجانسو دابا غادي نزيدو جوش خمارات ديال الحلوان دابا غادي مقامو نضيفو هاد السمي دا على تلت دفاعات او جوش دفاعات وحنا كنخلطو باش نضحو في المقدار مزيان حيث السمي دا كتختارو من نوع لنوع هنا تقريبا ندخلو ليا تلت كيسان يقدرو يدخلو كتر ولا يقل مهم ما تلت كيسان ونص تلت كيسان بحركة على حسب نوعية ديال السمي دا ديال الحرشة وغادي نستمر اتخذت بحل هاكا سوف البنات غادي نستمر انا نخلطهم حتى نجمة لهاد المكونات كاملين وغادي نرجع معكم من مكانها كاملين وغادي نجمة كاملين وتطوير ايمان قريبا تلت كيسان ونص في هاد المكونات ديال السميدة وخاسها تكون لجينة ما تقد تلصقش في اليد ومشي قاسحها بزاف يعني بين وبين ومقا نجم حاغي هاكا يعني ما نعجناش بيدي حاولو نجم حاغي بما بين الطرف ديال الصباع ديالي وغادي نبدأ نكورها بحال هاكا ونحطها في اللطاء ديالي هنخلي واحد ترتاح حد العشرة ديال الدقيق ونبدأ نوجد في الكويرات ديال الحريشة دنت اللطاء ديال الفران بشوية ديال الزيت وبديت هاكا كان نكورها ما بين يد ديال نفند الوجه ديالها في السميدة ونحطها في اللطاء ديال الفران بحال هاكا بحال هاكا هاكا وين هنحاول اشبحها كما بين يد ديال تقدروا تعاونوا بشوية ديال زيت في ديكم لابقت كتلسق لكم وها غادي نكمل هاد المرحلة حتى نوجد لتدير نعمرها كاملة وغادي نقول لكم عشانو غادي ديرو من دور فران والطريقة ديالها نحاولو نقضو هاكا بصباعتنا باش كتجي شكل ديالها زويون هادي نستمر على هاد هاد طريقة حتى نكمل هاد المكونات كامل اللي عندي او العجينة اللي عندي كاملة ورجع معكم الليبنة ان شاء الله موسيقى اشترك كاملة سالة موسيقى مويمة البنات هاني ساليت. درت بحالها كجوج مرات. نخرجوا تقريبا كالخمستاش للحبة. ندرت في هذه المدورة وعندي واحدة اخرى شوية الحجم دي لها كبير. تقريبا خمستات جاي الحبات. دابا البنات بالنسبة اللي عندهم الفران دي لده. غادي ديروها الفوق حتى تشقق عادة يهبطوها لتحت. واللي عنده الفران دي لغاز يديرها لتحت. حتى تشقق عادة يديرها الفوق باش تكمل طيب دي لها. وهدا والشكل دي لها النهائي. كيجيوزوا زوينين بززاف. اتمنى ان الفيديوين الاعجاب دي لكم. اتمنى انكم تشاركوه مع اصدقاء دي لكم. يلا البنات كان بغيكم كاملين خليتكم فرحت الله. بسلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة